أرقام مرعبة وخسائر جسيمة قدمتها الندوة الوطنية للسلامة المرورية المنظمة من قبل الأمن الوطني حيث تسجل الجزائر سنويا حوالي خمسة آلاف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى في واحد وثلاثين ألف حادث مرور حسب رئيس الجمعية الوطنية للسلامة المرورية ما يقارب تقريبا خمسة آلاف قتيل كل سنة بالإضافة إلى ستة وخمسين ألف جريح وواحد وثلاثين ألف حادث مرور كل هذه بالإضافة إلى خسائر بشرية كذلك ما يقارب ثلاثة آلاف معاق سنويا لتروح ضحية حوالي خمسة مرور المديرية العامة للأمن الوطني سجلت تراجعا في عدد القتلى خلال عشرة أشهر من سنة ألفين وستة عشر مقارنة بنفس الفطرة من سنة ألفين وخمسة عشر كما استحدثت المديرية فرقة خاصة جديدة للسلامة المرورية نلاحظ في التراجع من حيث الحوادث حيث نلاحظ انخفاض ما يقارب أربع بالمائة نقص أربع بالمائة من حيث الجرحى ما يقارب نقص خمسة بالمائة أي أربعة فاصل قمسين ومن حيث القتلى تراجع كذلك مقارنة مع تنسانة الماضية أي بـ 13.65% وتسجل الجزائر خسائر مادية تجاوزت مئة مليار دينار كل سنة جراء الحوادث المميتة ويعد العنصر البشري السبب الرئيسي حسب المصالح الأمنية